المسألة الثانية لماذا بدأ البخاري بكتاب بدء الوحي ذكرنا لكم لأن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن هو الذي أخرج الله تعالى به أمته من الظلمات إلى النور وهو الذي رفع الله تعالى به أمة العرب ولذلك يقول الله جل وعلا عن القرآن يقول وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ هذا شرف عز وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وسوف تسألون من الذي كان يعتبر العرب شيئًا أو يلتفت إليهم قبل نزول القرآن اليوم كل من دخل في الإسلام يعتبر نفسه يزداد عزًا وشرفًا إذا أتقن لغة العرب مع أن العرب ربما هم أقل الشعوب عددًا العرب في العالم كله لا يصلون ثلاثمائة مليون تقريبًا العرب لا يعني المسلمين ومع ذلك أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم وإنه لذكرٌ لك ولقومك وكان العرب قبل هذا الوحي لا يسعون شيئًا ولذلك لما ذهب الصحابة غازين للروم وطلب ملك الروم أن يقابل قائد الصحابة فلما جاء الصحابي وقابله نظر إليه ملك الروم باحتقار قال ما كنا نعلم عنكم إلا أنكم تأكلون كذا وتشربون كذا وتلتحفون تفترشون الأرض تلتحفون السماء ومن أنتم يا العرب أصلا منك أن يلتفت إليكم فثم قال له ارجع مع أصحابك ونأمر لكل واحد منكم بحلة بثوب ولك أنت بحلتين لأنك أنت الرئيس نعطيك ثوبين وشيئًا من تمر وطعام أرجع أرجع ما تستحقون أن نقاتلكم أصلا فقال له الصحابي جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة تغير الصحابة تغير العرب أصلا ولذا قال الله وإنه لذكر لك ولقومك كل هذا التغير جاء بالوحي لما أنزل الله تعالى الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم تغيرت أمة العرب كلها وبدأ البخاري بكتاب الوحي لأن السنة وحي ولأن الوحي هو الذي أخرج الأمة كما ذكرنا من الظلمات لنا